أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزيز المشاهد عزيز الدارس السلام عليكم وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في مادة الأدب الحديث عزيز المشاهد في المرة الماضية وقفنا في حديثنا عند نظرية الالتزام في الأدب الإسلامي أي التزام الأديب المسلم وذكرنا أن الأديب المسلم صاحب رسالة لأنه يؤمن بمبادئه فلا بد له أن يدافع عن هذه المبادئ ويحقق هذه المبادئ من خلال ما يقدمه إن كان شعرا أو كان نثرا وذكرنا أن الإسلام لم يرفض القيم الفاضلة حتى بأن كانت في العصر الجاهلي وذكرنا أن معلقة زهير بن أبي سلمة بها كثير من الحكم التي تمثل لنا القيم الفاضلة ونحن لا ننسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرنا في معنى حديثه أنه جاء أو أنه بعث متمما لمكارم الأخلاق فالإسلام يرى أن الأدب أو الشعر على وجه الخصوص هو كلامه حسنه حسن فهو مقبول وسيئه سيء فهو مرفوض وعرفنا أن هناك شعر الجهاد الذين جاهدوا بقلمهم وبلسانهم في بدايات أو مع الدعبة الإسلامية منهم حسن بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك ورسول صلى الله عليه وسلم كان يشجع الشعر الجيد الذي يدافع عن قيم الحق والفضيلة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل شعرا ولم يحفظ الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له أنه إلا ذكرون قرآن مبين وهذه حكمة أرادها الله سبحانه وتعالى حتى لا يظن الظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع القرآن كما يزعم أصحاب النفوس وأصحاب الضلالات وأصحاب الدعوات الهدامة فحفظه الله سبحانه وتعالى من أن يحفظ الشعر أو أن يقول الشعر ولا ننسى أن نذكر قول النابق الجعدي حينما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم فقال منشدا أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا كالمجرة نيرا بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهر فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وأين المظهر يا أبا ليلة فقال النابقة الجعدي إلى الجنة يا رسول الله فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم قل إن شاء الله وفي رواية إن شاء الله وثم أنشد قائلا لا خير في حلم إذا لم تكن له بواد وتحمي صفه أن مقدر ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر فأعجب الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ودعا له قائلا لا يفضد الله فاك فقيل بلغ المئة عام أو زاد فلم تسقط منه سنة واحدة ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب عزيزي المشاهد أن ننتقل إلى موضوع جديد وهو النوع الآخر من أنواع الأدب وهو النثر الفني ماذا نعني بالنثر الفني؟ قبل أن نعرف النثر الفني لابد أن نحيط المشاهد علما أن النثر الفني له همية كبيرة في شحذ الهمم وفي نشر القيم الفاضلة وفي نهضة الأمم والمجتمعات بأنواعها المختلفة فنحن في هذه الحلقة سنوضح أنواع النثر الفني ونعطي لمحة سريعة عن النثر الفني قديما عند العرب قديما ثم نفصل حديثا عن النثر الفني في العصر الحديث فماذا نعني بالنثر الفني؟ النثر الفني هو الكلام الجيد المرسل أو الذي يرسل بلا وزن ولا قافية لأنه كان موزونا ومقفة يكون منظوما فالنثر مقابل المنظوم الشعر موزونا مقفة ولكن النثر كلام يرسل بلا وزن ولا قافية محكم الصياغة جيد السبك أفكاره مرزمة هذا هو تعريف النثر الفني ويجري على قواعد النحوي وقواعد الصرف ويتمثل لنا منذ القدم في الرسائل الديوانية والرسائل الإخوانية والقصة والخطابة وضرب الأمثال كل ذلك يدخل لنا في معنى أو في مضمون أو في أنواع النثر أما في العصر الحديث فقد تعددت أنواع النثر الفني فكانت هناك الرواية وتطورت القصة وكان هناك فن المقال فهذه كلها من فنون النثر الفني وكانت أيضا هناك السيرة الذاتية وكانت هناك المناظرات والجدل وأيضا كانت الرواية كما ذكرت كل هذه تدخل في إطار النثر الفني وكانت هناك وسائل ساعدت على النشر النثر الفني منها المجلات والمسرح كوسائل ساعدت على النشر النثر الفني ما نود أن نذكره حديث الأديب الجاحظ ذكر أن ما قالت به العرب من منثول الكلام أكثر مما قالت به من منظومه ولكن ما وصل إلينا من منظومه هو أكثر مما وصل إلينا من منثوله ويرجع السبب في ذلك إلى أن المنظومة سهل الحفظ لأن له إقاع وله قافية وله وزن يساعد في حفظه أما المنثور فقالت العرب كثيرا قصص وحكايات وخطابة وأمثال ورسائل وغير ذلك كل ذلك ولكن من الصعب جدا أن يحفظ حفظا دقيقا فبخلاف الشعر أما ما هي أنواع النثر الفني قديما في فكرة أو كلامحة سريعة النثر الفني قديما في أحسن صوره كان يظهر لنا في الرسائل الديوانية والإخوانية الديوانية بمعنى رسائل الدوامن الحكم من الحاكم إلى رعيته أو إلى الوالي فكانت هناك الرسائل إلى أبر الولاة إلى من يكلفونهم بأمر الحكم فالرسائل الديوانية كان لها دور كبير جدا حتى أن الكاتب أحيانا يصل إلى مرتبة الوزارة ولا ننسى أن القاضي الفاضل كان وزيرا وددليل على همية الكتابة هناك بقولة تقول أن الكتابة أو تقول أن الكتابة بدأت بعبدالله وانتهت بابن العميد فمن هو عبد الحميد؟ عبد الحميد هو عبد الحميد الكاتب الذي وضع أسس الكتابة الفنية في العصر الأموي ولكن لم يقف الجهد عنده فقط عصر أموي وإنما اكتملت فنون الكتابة واكتملت أسسها ووصلت درجة عالية من الرقي ودرجة عالية من الفنون أو من الإبداع واستوفت الشروط الفنية فكان ذلك على يد ابن العميد فلذلك من هنا كانت المقولة بدأت الكتابة بابن الحميد وانتهت بابن العميد ولكن ليس مع ذلك أنها انتهت وإنما دليل أن الكتابة وصلت مرحلة رفيعة من المستوى الفني هذا هو المقصود بهذه المقولة أما كما ذكرت لكم ما يمثل لنا النثر الفني قديما هي الرسائل الدوانية والإخوانية كرسائل الجاحص الكلامية ورسائله السياسية وهذه ذاخرة بالمعرفة وهناك أيضا رسائل ابن حزم الأندلسي ورسائل الدووين والرسائل العموما هي أشبه بالمقال في عصرنا الحاضر هذا ما يمثل لنا النثر في العهد القائم أو في العصور العربية في العصور الأولى في عصورنا الأولى أما في عصرنا الحديث فظهر عدد من الكتاب هؤلاء الكتاب الذين ظهروا في العصر الحديث حاولوا أن يعيدوا للنثر الفني أصالته ورصانته لماذا؟ لأن النثر الفني بعد العصر العباسي تراجع في اسلوبه في بيانه أصبح الكتاب يميلون إلى السجعي المتكلف إلى الزخرف اللغوي إلى عدم الاهتمام بالفكرة فلذلك في العصر الحديث حاول هؤلاء الكتاب أن يعيدوا للنثر الصالته من هؤلاء المنفلوطي ومن هؤلاء أيضا أحمد حسن الزيات وسيد قب والعقاد وآخرون حاولوا أم يعيدوا للنثر الفني أسلوبه وجودته التي كانت في العهود الأولى في العصر العباسي وجهودهم كانت واضحة في هذا الجانب وألفوا عدد من الموضوعات المختلفة التي حقيقة أرجعت أو ساعدت أن ترجع النثر إلى رصانته وقوته وجماله الذي كان فيه في العصر العباسي ولا ننسى من هؤلاء الكتاب أيضا طاحسين أسلوب طاحسين كان يجمع بين موضوعات العلم ودلاتية الفن وقيل أن طاحسين تأثر بالجاحص في أسلوبه لأن الجاحص في أسلوبه نجد الاستراد ونجد في أسلوبه تلوين العبارة وتنوع صور وترادف الجمل وهناك بعض من يعيب على طاحسين أنه يلجأ إلى الترادف والتكرار ولكن المازيني برر هذا بأن طاحسين أستاذ مدرس مكث فترة طويلة من الزمان مع تدريس فتعود على التكرار وعلى الإعادة فلذلك ظهر ذلك في أسلوبه فكان يلجأ إلى التبسط ويلجأ إلى الإضاح والتكرار ولذلك حاول أن يبرود هذا يرجع إلى فقد بصله ولكن يظل هو من الكتاب الموجيدين ولا ننسى كذلك من الكتاب الموجيدين حقا مصطف صادق الرافع هذا الكاتب له أسلوب رصين سلس عباراته قوية هو من تصدى للمنبهرين بالثقافة الغربية كان متصديا تصدى لهم فلذلك كان له دوره كبير جدا في إعافي الاهتبام والاحتفاء بالنسر وكتب عدة مؤلفات سنتناول إن شاء الله سبحانه وتعالى بعض من نماذي كتابتي أثناء عرضنا لموضوعات النسر ومن الكتاب أيضا أحمد حسن الزيات بيعتمد في مسلوبه على الصيغ المحكمة والتكلف أحيانا وأيضا التوافق الموسيقي وأحيانا التكلف يقلل حقيقة من قيمة الكتابة الفنية خاصة السجع السجع المتكلف يضر حقيقة يقلل من قيمة الكتابة الفنية ومن الكتاب أيضا الذين أيضا كان لهم مسام كبير جدا العقاد فالعقاد تجده في أسلوبه كأنه وكل بالعقل ليهذبه وليشهذبه وليسمم به إلى مراتب عليا فلذلك أيضا كان له يجهده وقد ألف العبقريات وكتب في عدة مجالات أيضا إن شاء الله في حديثنا سننر على نماذج له أو لغيره تؤكد لنا ما تكرره من أن هؤلاء الكتاب عادوا للنثر فخامته ورصانته وعادوا له جودته ننتغل لنتحدث عن ما هي أنواع النثر الفني تفصيلا النثر الفني في عصر الحديث أنواع مختلفة منها المقالات والمقال يعني فكرة أو مجموعة من الأفكار منظمة تتناول موضوعا أو غضية محددة صاغها الكاتب صياغة وحكمة جيدة يتدوع المقال هناك المقال الموضوعي وهناك المقال الموضوع الذاتي فالمقال الموضوعي هو المقال العلمي الذي يتناول فكرة علمية والمقال الذاتي يقابل لنا المقال الأدبي فالمقال الموضوعي أشبه هو المقال العلمي أو مثاله المقال العلمي الذي يمشر في مجلة علمية مثلا هذه المجلة مجلات العلمية المحكمة وتمتاز المقالات العلمية بالوضوح لأنها تعتمد على ذكر الحقائق وتمتاز أيضا المقالات العلمية بالدقة في التعبير وهناك مقال عرض الكتاب يقوم كاتب عرض كتاب محدد أو يعرف بكتب بعينها مثلا أو يلخص لنا كتاب بعيني هذا أيضا من المقالات ولكن نلاحظ في الذين عرضون هذا الكتب ربما يبدون أراءهم من حقه من يبدون أراءهم عن الكتاب الذي يقومون بعرضه إضافة للمقالات الأدبية هذه المقالات الزعتية تصهر فيها شخصية الكاتب تصهر فيها روحه يقوم الكاتب بالتحليل ويستخدام الخيال وإبداء رأيه فيما يذكره فالمقالة الأدب يتجانس مع الصحافة الغربية والصحافة أيضا في الوطن العربي وهنا نود أن نذكر أن هؤلاء الكتاب تأثروا بالحضارة الغربية مع سل النهضة فمنهم من قلد ومنهم من ترجم ومنهم من استفاد فأضاف ومنهم من حاول أن يتصدى لهذه الثغافة الغربية مثل مصطفى صادق الرافع الذي ذكرناه وصحافة لها دور كبير والمقالة الأدبي أو هو المقالة الصحفي يعني هذا يسكف فيه الكاتب رأيه وفكرة وتجد فيه يجوز له أو يمكن أن تكون فيه صور بيانية سنقدم لك عزيزي المشاهد نموذيين من المقالة أحدهم للأديب المصري مصطفى صادق الرافع والآخر للأديب السوداني محمد أحمد محجوب ولكن قبل أن نغتطف بعضا من فقرات هذين المقالين لا بد أن نعطي المشاهد العزيز فكرة عن هؤلاء الكتاب أو الأديبين ولا نعطي فكرة عن مصطفى صادق الرافع أديب مصري من أصحاب المواضيع الأدبية المتميزة في الأصيلة في الغرن العشرين ويمثلين روح الثقافة الأدبية العربية الأصيلة في مواجهة الانبهار بالثقافة أو موجة الانبهار بالثقافة العربية الإنجليزية والفرنسية عن ذاك له مؤلفات غايف الجودة حينما تقرأها حقيقة تحس بسلاسة ألفاظه وعذوبة هذه الألفاظ وجمال الصور استخدم صور وكأنه في أسلوب هذا ينثر لنا قصيدة مشحونة بالخيال فمن مؤلفاته تحت راية القرآن هذا الكتاب يرد فيه على طاح سيف كتابه الأدب الجاهلي ومن مؤلفاته أيضا له كتاب في تاريخ الأدب العربي ومصف صادق الرافعي له مجموعة ضخمة من المغالات جمعها في كتاب سماه رحي القلم أسلوب الرافعي يعلو ويصف في مغاله الذاتي فهذا المقال كما ذكرناه أشبه بالغصيدة النثرية لأنه يسكب فيه مشاعره وأحاسيسه ويستخدم فيه الصور المجازية ويستخدم فيه التشبيهات مما يزيده جمالا دون تكلف هذا الموضوع الذي نحن بصدده موضوع يتناول الحب الإنساني فيستخدم فيه لغة صحيحة فصيحة كأنها زهور منطقة في باقة يرغرق عليها الندى فالرافعي في أسلوبه هذا سار على نهج الأقدمين الذين تحدثوا عن قضية الحب الإنساني من هؤلاء كتاب الزهر لابن داود وطوق الحمامة لابن حزم الأندلسي وروضة المحبين لابن قيم الجوزية وغيرهم من تناول تجربة الحب الإنساني فموضوعه الذي نحن بصدد أخذ بعض فقراته بعنوان أو مقاله بعنوان ورغة ورد وهي ورغة ورد واحدة من مجموعة أوراق ورد اللفها مصطف صادق الرافعي وورغة ورد هذه التي سنقدمها لكم بتحكي عن ورغة ورد قدمها شاعر أو أديب إلى صاحبه يحكي له فيها قصة الحب الإنساني فهي ورغة ورد من فيلسوف عاشق أو شاعر فيلسوف إلى شاعر فيلسوفة يقول الرافعي وضعنا كتابنا ورغة ورد في نوع من الترسل بمعنى في اسلوب الرسائل لم يكن شيء في الأدب العربي على الطريقة التي كتبناه بها وورغة ورد هي رسالة كتبها عاشق إلى صاحبه يصف فيها سحر الحب كما لمسه وكما تركه يصف فيها محبوبته قائلا كانت لها نفس شاعرة من هذه النفوس العجيبة التي تأخذ الضدينة والتي تأخذ الضدينة بمعنى واحد أحيانا يقول عنها أيضا وكان خيالها مشهوبا يلقي في كل شيء لمعاني يلقي في كل شيء لمعاني وانطفائه فالدنيا في خيالها كالسماء التي ألبسها الليل ملئت بأشيائها مبعثرة مضيئة خافتة كن يوم ولها شعور دقيق يجعلها أحيانا من بلاغة حسها وإرهابه كأن فيها أكثر من عقلها ويجعلها في بعض الأحيان من دقة هذا الحس واهتياجه كأنها بغير عقل وصف دقيق لمحبوبته هذه التي تمتاز بحس مرهف وكأنها بعقل وكأنها أحيانا بغير عقل ثم يواصل حديثه قائلا وكان حبي إياها حريقا من الحب فمثل لعينيك جسما تناول جلده مسلهيب فتسلع هذا الجلد أي بمعنى تشقق وظهر فيه من آثار الحروق ظهر فيه مثال حروقي لهب يابس أحمر كأنه حروق من الجمر انتشرت في هذا الجسم إنك إذا تبثلت هذا الوصف ثم نقلته من الجلد إلى الدم كان هو كان هو حريق ذلك الحب في دمي أما والله إنه ليس العاشق هو العاشق ولكن هي الطبيعة هي الطبيعة في العاشق هي الطبيعة بجبروتها وعسفها وتعنتها إذا استراحل الناس جميعا قالت للعاشق إلا أنت إذا عقل الناس جميعا قالت في العاشق إلا هذا إذا برأت جراح الحياة كلها قالت إلا جرح الحب هي الطبيعة إذا تغير الناس في الحالة بعد الحالة قالت في الحبيب إلا هو فالرافع يصف لنا ما وجده من لوعة الحب الإنسانية ويواصل حديثه قائلا فشعرت أول ما شعرت أن الهواء الذي تدفسه يرق رقة نسيم السحر كأنما انخدع فيها فحسب وجهها نور الفجر وأحسدت في المكان قوة عجيبة في قدرتها على الجذب جعلتني مباحثرا حول هذه الفتانة كأنها محدودة بكل جهة ورأيت هذا الحسن الفاتنة ويشعروني بأنه فوق الحسن لأنه فيها فيها هذا وصف مبدع يؤكد على قدرة هذا الأديب وأنه فوق الجمال وفوق النظرة لأن الله وضعه في هذا المخلوق امرأة والتمست في محسين عيبا فقلت مع الشائري إذا عبتها شبهتها البذرة طالعا وهذا تشبه المتح بما يشبه الذنب فها نحن نشعر بقيمة المرأة الحقيقية عند هذا الأديب الرافعي وهي نموذج يوضح لنا الرافعي من خلاله ما تتسم به هذه المعشوقة من ذكاء وأنها سلبت لبه وأنها كذلك كانت في بكان رفيع من العفة ويتضح لنا الأسلوب الأدبي من خلال الصور البلاقية التي تميز بهذا المقال ولا غرابة في أن يصف لنا هذه المرأة لأن المرأة خلقت من أجل إنساني لأنها هي سكر وهي راحة وهي طمأنينة وهي جزء مهم في الحياة البشرية أزيزي المشاهد ننتقل معا إلى المقال الآخر وهو مقال الأديب السوداني محمد أحمد محجوب فإذا نحطي فكرة أولا عن الأديب السوداني محمد أحمد محجوب أولا عنوان موضوعه الشعور القوم وحاجته مئليه محمد أحمد محجوب أجيب سوداني تخرج في كلية غردون أعمل مهندسا درس القانون أعمل في الغضاء تفرغ العمل الوطني كان مهموم بغضاء أمتي فما أحوجنا إلى مقاله الذي نحن بصدد عرضه بعض فقراته عزيزي المشاهد مقاله الشعور القومي وحاجتنا إليه مقال يحتاجه كل وطني لأنه يبث الوطنية في النفوس لأنه يشعر الإنسان بمكانة وطني لأنه يحفز على الدفاع عن الأوطان والمحافظة على الأوطان عزيزي المشاهد نستودعك الله سبحانه وتعالى سنواصل حديثنا عن هذا المقال في الحلقة القادمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة